فضل المحمد شكرا رجاء التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز لأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم ترأس رئيس عبد الفتاح أسيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقيادة الاستراتيجية وهن رئيس أسيسي الشعب المصري وأبناءه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر كما عقد الرئيس أسيسي اجتماعا موسعا مع قيادات القوات المسلحة تناول مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمهام القوات المسلحة في حماية ركائز الأمن القومي المصري على الاتجاهات الاستراتيجية كافة وتطرق للأحداث الرهنة التي تمر بها المنطقة في الآوينة الأخيرة في نهاية الاجتماع وجه الرئيس أسيسي تحية لرجال القوات المسلحة لما يقدمونه من جهود وتضحيات لتظل راية الوطن عالية خفاقة في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الحدية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة قام الرئيس عبد الفتاح أسيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بوضع إكليل من الظهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر كما قام الرئيس أسيسي بوضع إكليل الظهور على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحما على روحه ثم توجه الرئيس أسيسي إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكبر الأب حيث قام بوضع إكليل الظهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة ومصفحة عدد من أفراد أسرته شن الطيران الإسرائيلي خمس غارات على جنوب بيروت بينها أربع غارات على الضاحية الجنوبية عاقب تحذير الجيش الإسرائيلي بإخلاء مبانم في المنطقة وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن حركة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تستمر بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي قال وزير الخارجيات البريطاني ديفيد لامي إن المعلومات عن ضربات إسرائيلية أصابت منشآت صحية وطواقم استشفائية في لبنان تثير قلق بلاده البالغ ودعا لامي جميع الأطراف للالتزام بالقانون الإنساني الدولي ذلك بعدما أعلنت أربعة مستشفيات على الأقل في لبنان وقف عملها بالتزامن مع تحذير الأمم المتحدة من ازدياد الهجمات على فرق الرعاية الصحية قال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إن بلاده ستستضيف مؤتمرا دوليا هذا الشهر لمساعدة في جمع مساعدات إنسانية للبنان وتعزيز الأمن في جنوبه وأضاف ماكرون بعد اجتماع للدول الناطقة بالفرنسية في باريس أن الاجتماع سيوقد كذلك لحشد دعم المجتمع الدولي ولمساعدة القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز الأمن وخاصة في جنوب لبنان قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إن من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها وأضاف نتنياهو أن تل أبيب سترد على هجمات إيران وذلك بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل مساء الإسنين الماضي كما أعلن نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي تمكن من تدمير جزء كبير من ترسانة حزب الله لافتا إلى أنه غير مسار الحرب استشهد ثمانية عشر فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات بجروح في مجزرة جديدة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفى بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مسجدا يأوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح ما أدى لسقوط شهداء والمصابين وأشارت الوكالة إلى أن معظم الإصابات خطيرة وأن التواقم الطبية تفاضل بين الإصابات في محاولة لإنقاذ عدد أكبر من المصابين في وقت يعاني فيهم مستشفى من نقص حاد في المستلزمات الطبية وعدم وجود أدوية كافية لمعالجة الإصابات انتهى الموجز نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفاصل